اهلا بحضراتكم من جديد في البداية برحب كابتل المياء مختار من وراءنا الفليش فيديو اهلا بيك يا كابتل اهلا وسهلا بيك ربنا خليك واول مرة تنورينا بكاتل والله انا سعيدة جدا نقابلتك والله وربنا يوفقك بجد حد جميل جدا وماشاء الله عليك يعني ربنا خليك وحنا سعداء جدا بيك وان شاء الله تبقى حلقة حلوة ونتكلم عن كل حاجة كابتل المياء بتدي معاك يعني احنا عارفين مين المياء مختار بس فيه تفاصيل كتير جمهورنا دي قلي ما عرفهاش فممكن تعرفي نفسك للجمهور بس عايز براحتك يعني خدي وقتك واستفدي في الشرح بس انا بنت الناجي الاهي اولا يعني انا بس انا هكلم براحضي خالص انا اعتبر ان انا يأكيني ما تربيت تحت التربيزات في الناجي الاهي من كتر ما احنا كنا اطفال وبنسحف يعني لعبت بتدد في الاول خالص انا تعلم سباحة والدي انا عندي اخين حسن مختار محمد مختار احنا التلاتة والدي كان هو عارف لما يبقى الاب نفسه يحقق في ولاده اللي ما هو ما كاش في عارف يعمل هو حبيب ما كاش في عارف في عموم الله يرحمه وحسن اليه فكان اول حاجة عايز يعملها انه يعلمنا نعمل نعوم فانا مش لان انسى كابتن غريب عطية هو دلوقتي بطل بيع في الماسترز هو في السباحة الماسترز واخدنا احنا التلاتة كده وبدأ يعلمنا السباحة وكده وبعدين جينا بعد كده القطوة التانية بتاعتنا احنا التلاتة برضو ان احنا لعبنا غطس من هذه الاهل غطس احنا التلاتة فدخلنا لعبنا غطس انا بابايا كان شايف ان غطس دي لعبة تيريس جدة كده وبس فلعبنا مع كابتن صراح البهير اللي رحمه وكابتن ممدوح منصور والناس الجميلة اللي هي اعلام السباح وكابتن هايسة اللي رحمه فبدأنا نلعب وبعدين جيت انا عارف لما بتبقعد بتلعب وانا بنتي لبصه تحت كده تحت المنطة يلي البنات وعالباليه ومزيكة وتحكوا وقالله والانت ما اللعب وانا بقى يقولي هلأ وشوتي وهب ونطي وشباي وطمر زلت ودي وخش في المية حلوة انا البنات حلوة وبقى داخلها بالعب بقى حنط نطا جديدة فلهو ممكن اخبط في البورد اجلا فلواي طب ما الناس دي حلوة كنت راقع قولي كل يوم قعد سنة أنت تفاكرة كان عندك كم سنة ساعت؟ أنا بدأت بليه وانا عاني 8 سنين على فكرة أنا أتكلم أننا بدأنا من بدري قوي اللعب يعني أنا أولي طول أنزلتها في البريق كان عاني 8 سنين يعني 8 سنين بتلعب بليه ومريتها على ثلاث ألعاب قبليهم سباح أو لطس سباحة كانت تعليم أيوة يعني بس في 8 سنين مريتها على ثلاث ألعاب نحن بدأنا مع شكرا بقولك كان عايز يبتدينا من بدري علشان نبقى شطار في السباحة فالمهم فجينا شوية كده بدأ يقولي إيه طب بصي يدي لي بقى محفز إنسان يقولي طب اتمريني كويس وهخليكي تنزلي قلت له طيب وطب فبكنت بالنسبة لي أنا أنا مش نيب الحافظ أنا بتاعي تحافظ فهو أداني حافظ فبقيت هنزل قط نفسي في التمرينة الغطس بطلع الأولى وكده وانزل البريق أول بطول البريدة خلتها لأني ثلاثة الأولى ما أنت حب اللقبة فأنا حباها لا والغطس ساعدني خلي بيه لك يعني أنا بالنسبة لي إلا بخش على بنات مش هارف كده وانا دخل بقى عامي هوب وشد وبتاع فكت متحمسك جدا فأطلعت في القول ففضلت ماشي الاثنين جنب بعض عايز أقولك وفي منتخب الغطس وباليه أيوة لحد بجد يعني لحد مثلا يعني أنا فضلت منتخب الغطس مثلا لحد كنت دخلت بدري قوي لحد ما 12-13 سنة كنت بلعب الاثنين مع بعض بعدين جيت في حتة وقى قلت له يعني كان خلاص ببادئ المذاكرة تشد وكده فبدأت بنزل بطولات للغطس لحد ما مثلا كنت صنعية عامة لكن بلعب بالباليه ومنتخب بالباليه وكان بس روح للنادي في البطولات أنزل بطولة الغطس واخد مداليات وكل البوردات وكل حاجة بعدين جينا في الحتة كده في النص لقوني سبرينتر كويس ايه السباح فكانوا ياخدوني بتاكس كان بطولات كلها والله كانت بطولات كلها شغالة لجعنا سباحة تاني ايه والله كابتن ياسر راسمي بالله يمسي بخير كان الإداري والله كان ياخدني كابتن سيد وكابتن محرم كان يخلوه يأجروه تاكسي لوحدة طوله اليوم يلف باب طلت الدايفنج الساعة واحدة السباحة الساعة اثنين الصبح تسفيت السباحة بعد الظهر نهائي السباحة اه فكان كنت انزل وعمل سبرينتات وانزلت تتابعات وكله والمري شغال معايا برضو نبص ده خلص ده انا بالنسبة لي عشق لانا ده كملت حتى في تدريب بعد كده كملت من عارف اهه بعدين جينا في وقت كده قلنا جيت ام نعمل فرقة ووتر بولو كرة مية ايوه ده ما فيش ده احنا العاب الماء كلها العب ناها على فكرة انا حدت كاس احسن لعابة ووتر بولو في مصر ما شاء الله ايوه كنت سنتر فروت بقى وكالناس بقى كنت بلبس المره عشر ده عشان بيبو كنت الخطيب طبعا ايوه بيبو فالناس بيبو ماشي من تحت الناس بتقول بيبو فطلع الفصين فلاقيتهم فجأة او انا في المياه الابوها ماردونا كان ماردونا فعيزه على فكرة ساعتها اوه ساعتها اوه هاخر الثمانيات كده يعني كان مسمينيك في ووتر بولو ماردونا لا او كان مسميني بيبو وبعدين لما قالولي احنا بصراحة استاذواء انا ماينفعش بقى فيه اتنين بيبو وبقى مسميني ماردونا فبس كملت كله مع بعضه لحد ما خلصت بقى خلص فضلت في منتخب بقى بطولة عائلة مش فيه كده لما بطلت بقى انا طبعا نفسيا رحت مره بقى يعني سني كان بطلت لا انا بطلت بدري اه يعني عشان بدأت بدري وبطلت بدري بطلت 19 يعني ده يعتبر بدري يعني 19 بطلت بعد سنويا عام عالق بس يعني بص في الوقت ده بالكولتر بالسقبة بتاعتنا ده كان اوكيد دلوقتي ده كان بدري بدري اه فهي مؤسدي وقتها مكانش بتاخر وقتها مكانش بتاخر انما دلوقتي ممكن منوعد دلوقتي اه طبعا وده فكرة في كل العام كده بس مش وتربو ايوه دلوقتي لا هو فكرة كمان الكولتر بتاعت الميهات وشارف ايه والحاجات دي انا بقولك يعني دلوقتي لا فيه بنات انا عايز اقولك ان فيه بنات راحت اتجاوزت وخلفت ورجاء يتكمل تاني وراحت اولمبيكس يعني فاحنا بدلنا كده شويه بس اول موطلت قمت المرانه على طول فقعدت مرنت شوي في الاهلي وباليه ما ايه ما اخترتش بقى من كل الهصة بقى اللي فاتت دي كلها امت ايه غير الباليه هو خلاص بص انا بني agdية مرانه لأ انا لحد انا لسه مش هيزا اقولك بس اش امتخدش بس سنيع لأ اعدت هم مران لحد من ما انا بطلت 2017 يعني قريب كده يعني عدت عمري كله قبضته على البيسيو وحب الموضوع وحب الدنيا لا بص أنا كنت بعض من عشر سباح العشر بالليل اللي هو بقى إيه أنا عايز أقلف وعايز أجيب المزيكة وعايز أجرب في المية لأن أنت التأليف بالنسبة لك ما هو أنت ممكن يبقى عندك حاجات حلوة جدا 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 بس مش قادرة تعملها أو مش قادرة المدارب الشاطر اللي طلع أحسن ما في اللعيب في المية فأنت شو تطلع أحسن ما في اللعيب في المية أنت محتاج وقت ومحتاج اللعيب يبقى مش ريب عشنت معاك يعني متحمس معاك وعايز أشتغل حالك فأنت بتطلع له من الزكاة لتحمسه واتطلع له التأليف طب ليه في الفترة دي في فترة من الفترات توقف البليل المائي في نادلقالي هل في فترة حصلت وأكيد أنت كنت مرد بص إحنا بص بعد إحنا كان فيه اسم جديد دهلي بتاع البالي كان داليا مقبل داليا مقبل قعدة 8 سنين وعايز أفكر داليا مقبل جمارات أخويا بالمناسبة كانت بطلة مصر وأول سوليست في مصر في الأولمبياد في لوس أنجلوس وكان فيه صحر فاروق يوسف طبعا يعني بص كنا أبطال هنا عمارة مانال حسن أمل الفار وإحنا كنا ست وليس برضو أنتوا على اتصال دلوقتي وإحنا أنا أصغرهم وكان أكبرنا أمل الفار بس هو الجيل ده كان الجيل الزهبي وعايز أقوله كان إحنا كنا وصلنا مرحانا كنا ساعات لو ما عندناش مدرب كنا من مره من بعض وننزل ونكسب عندك خبرات طب ليه وقت بقى البالي ليه فترة من الفترات البالي وقف بس أنا مش عارفة إيه اللي حصل في النادي الحقيقة في الوقت ده في الفترة دي أنه فجأة بقى المداربين صغنانين قوي الناس ما كانتش متحمسة قوي ورحنا كان عارف اللي هو أنا كنت ساعدت في المنتخب وركزت في المنتخب وركزت في المنتخب شويتين ففجأة لقينا جيلنا ما بقاش مفيش زينا يعني حد النهور ده ما جاش زي الفرقة دي صريحة معك برضو جي من فترة كان فيه من خمس ست سنين حصلت طفرة برضو أيام لا يا رحمة كابتن طارق الصغير لما كان مسك البريو وقعد واشتغل وجاب مدربين نفس الوقت مع الووتر بولو الاتنين بدأت نهضة فيه الحقيقة وكان كابتن وقال عزت برضو لما مسكت جهاز وكده هم الحقيقة اشتغلوا الاتنين في النفلعبتين بيكون نحنا وقعنا وبدأت النهضة فعلا من أربع خمس سنين بدأوا يحصلوا طفرة السرة اللي فاتت الحمد لله حصلت لنا القفزة تانيين احنا مسلا أول مرة من ساعة ما احنا بطلنا من التبانينات ناخد تاني تقريبا خدمتين في عمومة انا فاكر اعملت حلقة عندها أول مرة فالبنات الرادي انا عايز يقولك ان انا فاكر الحلقة دي هم قالوا احنا جينا في نطيب يعني احنا ما كناش متوقعين اصلا ناخد تاني بص انا كنت عارف انا ما هاخده متالي انا لما جيت اشتغلت مع النازل انا بص انت هتاخده متالي وانت لازم ما هو بص اللعي عسيتي ما انا قلت وانا انا شايفة انا شايفة طيب جماعة انتم امكانياتكم احسن امكانات في مصر وعملنا لهم وعزيزة الحقيقة المدربة يا محمود يعني بصراحة البنت كانت 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 يعني بقلبها جدا وقعدت اشتغل هم عارف لما يبقى واحد مستني بس يبقى عارف ان هو مش صح طيب الجيل ده لسه ايوه ايوه لسه موجود وبالعكس احنا دلاتي انت عارف لما بتخش بي عندك وقت قليل فانت بتبتدي تشوف ايه الاقرب عشان تعمله طفرة صح فكانوا الكبار عشان لسه ماتوره لسه منغضجين كفاية فاشتغلت عليهم أسرع شوية وعملوا حاجة وعايز اقولك مش دول بس حتى الصغيرين كمان يعني 12 سنة لا كل النتائجة تحسنت جدا مهجين ده انا فاكر الفرقة جات كانت فيها مجموعة من الأعمار المختلفة يعني انا لقيت فيه كبار استغرب وفيه صغيرين قوي اقولك حاجة الكبار رجعوا عامو تاني فيه كبار كانوا قاعدوا في البيت بطالوا رجعوا عامو تاني فده هي دي السبيرت هو ده اللي انا بكلم عليه انت لما بتخلي اللاعب عنده سبيرت وحابب الحاجة اللي بيعملها البنات بقيت تيجي تبص او بتسمع بتبقى عايز تنسل طعوم تاني وده اللي حصل فيه بنات كانت قاعدت في البيت رجعوا يتعامت ونزلوا خدوا المدالية اللي بقى لنا كتير كناش عايفين نخط يعني تاريخ كبير والحقيقة انت يعني ما شاء الله عديتي على كل ألعاب الماء مفيش حاجة انا كنت متخل انا كلور بز من حياتي ايه اللي خليكي تبطر تدريب يعني ايه اللي خليكي تقولي لا انا كده كفاية مش هبقى عبطت مشوغ لي بص انا بص برضو الحاجة التانية احنا الحمد لله يعني بل دي برضو السياس مار فينا في التعليم كويس قوي صراحة وما كانش عندنا يعني عمنا ما كان بالنسبة لنا الرياضة سبب ان احنا ما نبقاش في التعليم ماشيين وماشيين كويس قوي كمان فهو الحقيقة سواء جمعات انا واخوتي الحمد لله او في اي حاجة احنا عملنا مجهود وبجد تعبنا جدا في الموضوع ده فهو كان بس نفسه ان احنا ودي حاجة انا كان بشجعني عليها جدا انا امشي لتن مع بعض فطول عمري كان عندي شغلي يعني شغلتي بوظيفتي ماشي جنب ده سواء في شركاتها العالمية ده بس فعيس اقول ايه مالتيناشنل او لما انضميت ان انا اشتغل في الحكومة في الستثمار وزارة للستثمار وكده بس خلينا نعرف السادة المشاهدين انت مساعد وزير يعني بص او لحد ما لوزارة بس دلوقتي بقت هيئة عشان احنا بقينا تابعين لمجلس الوزارة فبقيت مستشار رئيس الهي او مستشار رئيس الهي او بس كنت مساعد الوزير لحد ما كان فيه وزارة لحد من سنتين تلقيتها يعني ما شاء الله يعني انا كنت اتخلت بيا بس في البعد التاني اللي انا كنت عايز انا انا بقى النهاردة انا مقسم يعني الحلقة معاك لثلاث ابعاد البعد الاول هو الرياضي اللي الناس كلها تعرفوا جمهور النادي الاهلي وعايزين نعرف اكتر البعد التاني هي المهنية البعد التالت وهو تدخلك مع رموز النادي الاهلي وذكريتك معاهم يعني انا انت دخلتيني في البعد التاني خلاص احنا دخلنا فيه اللي هو النجاح المهني انت خريجة ايه اهلام اهلام حلو جدا وانت قعدك بقناة النادي الاهلي طيب ويعني اهتمت بشغلك وبدأت فيه يعني فيه اغلب الرياضين يقولك ليه انا في الرياضة تمام والدنيا حلو وانا في نادي الاهلي واخد مكاني طب ليه حرصك الشديد اللي انت بقي نكحة في المجال المهني ما بابايا بص انا بابايا يعني انا بابايا اللي ارحمه كان هو بصتي حتى نستثمرت فيها ما حبيتش ارميها فانا قرار كان قراري ان انا افضل وهو كان دائما يحمسني جدا طب كان انا في عنوان دي كل دي كان شجل بابايا كان محامي هو كان مستشار قانوني اصلا فهو عارف ان الناس القانونيين دي بيبقى عنده الفكر المرتب نعم نوالح وقوانين شجل بقى واحد اتنين تلات ردود وحتى احنا يعني احنا طلعنا له اللاجيكال تينكين كده اللي انت بتبقى ماشي به دي وطبعا جانب طبعا القيم بجد والاخلاقيات والدين وممتكت في الحتة بتاعت الدين يوت نسكنا تشبسنا بالدين ولما اولاد عيني تقولي انا هعمل ده بس انتي كمان لازم يبقى عندك الكونتكت فكل عارفهم كان ليه دور يعني ربنا يجزي معنا بطراحة غير جدا فهم خلوا الحتة دي هو هو الحتة دي هو خليك تتمسكي بالدراسة وفي نفس الوقت انا كنت شاطرة في شغلي فبرضو انت بتستحرم لما نجح هنا برضو في حاجة تقانية ما انت بتستحرم تسيبها فانت حتقرر اما انت حتيجي على نفسك شوي عشان ما تسيبش حاجة انت نجح فيها فهو ده الفكرة انا كنت ممكن لو انا ما كنتش كويسة في الرياضة كنت اسيبها لو انا مش كويسة في شغلي كنت ممكن اسيبش لما لقيت كده فجيت على نفسي لا و تمسكت بالاتنين وجيت على حياتي شخصية وبقيت بعمل اتنين بقيت بس حالة ساعة خمسة الصبح اروح التمرين اخلص اروح شغلي ممكن مثلا لوقت بطولات اسيب الشغلي وارجع وارجع تاني فبقيت ماشية الاثنين اجي مسافرة احط حد ما كاني ده خلاني اتعلم يعني اعمل ماناجمنت صح اعمل ماناجمنت لما الناس تشغل معي سواء في شغلي او في تدريبي فده طورني بقى جدا كشخص حتى يعني خلى خلى الواحد بقى عنده دايما عزيمة وبقى دايما عنده بص يعني انا بستمت بالنجاح الحقيقة بص كلمة حلوة يعني انا برضو عايز اقف عليها شوية باستمت بالنجاح اللي على فكرة دي بتبقى الرغبة اللي عايز انجح بس خلينا نتكلم باستفادة اكتر اطلع للفاصل عزيزي المشاهدين نطلع للفاصل سريع ونرجع لكمل كلامنا مع المياء مختار وخلينا اقول لكم ان عندنا كلام كتير ما ترحوش بعيد بعد الهو اهلا مع حضاكم الجديد مكمل حوارنا مع كبت المياء مختار نرجع للبعد التاني وهو الناحية المهنية يمكن انت بحكم وجودك في هيئة دلوقتي كتوزارة قبل كده وليها تعاون دولي كبير جدا اكيد استفدت من الرياضة بحكم سفرياتك وان انت روح تمثلت مصر مرتين في اللومبياد كمدربة صح نغلطان في سيدنيو في لندن صح فاكيد مع احتكاك الدولي في الرياضة اكيد ده نعكس في شغلك والحتة اللي انت مسكاها او الحتة بتاعتك مع تعاون الدولي للإستثمار كلمين على اللين كده أولا الاثنين قصروا على بعض بطريقة إجابية جدا شخصيتي اللي اتكونت في الرياضة خلت انا اعتقد انها فرقت جدا معايا في البرفورمس تاعي وفي ادائي في العمل عايزين بتلزقك اه يعني ايه اللي قصر في شخصيتك هلق الإجابية هلل اولا اننا الحاجة حتتعامل يعني حتتعامل انا بنزق ومعدين ما عنديش حد بيدور وراي يعني انا لو اتخذت الأصائمات او الخطة الحاجة تتعمل انا خلاص بجري ورا نفسي ما حدتش بجري ورايا اه 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 عادتي مثلا في تمارين طول النهار من الصبح لبلليل خليتني ممكن نعمل ده في الشغل مش كل الناس عندها القدرة انها تقعد من الصبح لبلليل وساعتين وشاعتين بالليل من المكتب وترجع تاني فالرياضة خلت الحتة دي تبقى عاملة كده خلت عندك جرء انك تقول رأيك بطريقة محترمة طبعا لو انت عندك وجهة نظر مختلفة مش كل الناس عندها جرء انها تعمل ده لانك رياضة تقولها صحيح وديك جزء على فكرة بجد بيحترم جدا من الرئاسي دايما ان انت الناس بتبقى بحبة اللي عنده وجهة نظر وطالبة ايجابية يقولها طبعا وقد تكون ساعات انت شايفها من منظور مختلف فهي دي اثرت وطبعا الناحية التانية اثرت على الرياضة لان انا كنت بشتغل بقى بشوف المانجمينت قدامي الرئاسي لما بيجوا يشتغلوا مع الموظفين والخريطة الموظفين فلما باجي بقى دير بعد كده عندي جهاز من وانا عندي بنات من عندها 8 سنين للعمومي طب انت حضرت اجتماعات لليو ان يوناتد نيشن حضرت اجتماعات البنك الدولي وحضرت اجتماعات مسلت فيها مصر وكنت من الوفود المصرية طيب يعني نظرة العالم لمصر ايه انت برضو انت شفتها في نظرة رياضية ونظرة ايضا في تمثيل مصر في الاتجاه الحكومي شفتي دول ازاي شفتي نظرة العالم لمصر ازاي بص انا عايز اقولك على حاجة انا بجد بجد ومش بقول كده احنا يعني مش مش مضطرين مش مضطر اقول ده بس حقيقي احنا الناس بتبصلنا بالنظرة احترام كويسة جدا الناس شايفة ان احنا اولا حت التمثيل بردك دي اساسا في عد ذاتها حاجة فخر ومثلا في المنتدى الاقتصادية العالمية في اليونايتد نيشن لما الرئيس كانت بيعمل بالذات بعد الثورة بتاعت 30 يونيو لما كان الاساساة الرئيس كان بيعمل القطبة بتاعتنا في اليوان ان انت تبقى هناك وتشوف رد الفعل بتاع الناس وقدي ايه الناس بدأت تشوف البلد دي اندرات راكو الناس ماشر وان انت بدأت صحه وتبني وانت تيجي تشوف السنة اللي بعدها ان الناس بعد ما كانت الان نتيجة تستثمر خلي بالك اندران المجال بتاعي استثمار فانت بدأت تحس نظرة الثقة للناس بقاعدين في اجتماعات وتشوف الناس بتتكلم الوزراء بتوعنا ازاي وتشوف الناس بتتكلم مع المسؤولين اللي عندنا ازاي وان الناس بتيجي زيارات يعني يعني انا فاكرا ان رئيس البنك الدولي الجديد اللي هو اول ما تعاين ما كملش شهر ولا حاجة كانت اول زيارة ليه في المنطقة كانت للدولة هنا جي سادته قبله سادة رئيس قبله فاكرا ده سنة كان مثلا فاكرا كان سنة اه يعني كان مثلا اعتقد من 2019 اسمه ديفيد مالبس فانا بشوف الحاجات دي بتعرف على طول انت كموظف حتى طب انت انت شايفه لانه هو فيه اوقات كتيرة جدا خلينا اتكلم معاك بكل صراحة اوقات الناس بتشوف الرياضي ان ده راجل يعني او الرياضي او الرياضية لا ده عم بداع وقته ده راجل يعني فاضي لا ده مش في دماغه حاجة شايفة الرياضي اللي بيبقى متمسك بحياته المهنية شايفها بيكون نجح لو تمسك من ناحية المهنية طبعا انا بص والله وانا كنت ليه علي لو انا مش شايفة انها مستهلة خلي بالك انت بانت بتيجي في وقت والقوات بتيجي على بقولك تاني على حياتك شخصية بتيجي على صحة سنتانس بتيجي على تبقاتين على حياتك الاجتماعية فلا هي بجد تستاهل انت مفيش احلى من ان انت في الاخر تبقى نجح في الحياتاتين والاتنين بيساعدوا بعض وبعدين انت في الاخر زي بيقول لك بتحط نفسك في حتة حتى نفسيا لك انت بتدي لك قيمة وناس بتبص لك بصة تانية خالص فلا يعني بص لك بصراحة يعني انت شايفة ان ده غلط ان الوجهة النظر ان الناس تبص للرياضي ان هو يعني خليها تكلم بكل صراحة ما احنا ابناء احنا في قناة الرياضية يقول لك لا ده بتاع لعب بس يا عم يخليه في اللعب لما يجي يطلع في حتة مهنية ويظهر يقول لك لا لا ده مش ما ينفعش ده هو طول عمره وفي امثلة كتير ناس رياضيين يعني مش قد راح تحتاني بس ثانية لا في امثلة كتير فاندم رئيس الوزراء الحالي طبعا هاندبول هاندبول بس وكتير تانيين يعني اعوى وزير الشباب والرياضة الرياضي يعني اعوى اعوى ان الرياضيين يعني عندهم الليدرشيب عندهم التعاون ودكتور شيف فلو هو رئيس هائة البريد اللي دلوقتي مكسرة الدنيا بتاع العم لا ما نقول فلا يعني لأ بجد يعني الوحي من رشكي بولك انا مش عايز انسى حد بس فعلا الرياضيين كتير ونجحوا وكبروا بالعكس يعني الرياضة بص عمرها ما كانت بتبقى مش لازم تبقى بطل يعني مش لازم تكون بطل بطل ده يبقى شيء قدر يباحت انت بتلعب رياضة قد تكون بطل وقد لا تكون ولكن على الآن اللي فيه مينمم يعني جين بتاخده من اللعب بالرياضة ينحكس على شخصيتك طبعا مباشرة انتزامك وحماسك والتيم سبيرت اللي انت بتتعلمها من الناس بتعرف تشتغل تيم أنا في وكلنا عارفين ان احنا فيه ناس عشان ما تربطش التربية الرياضية دي ما بقى ششتغل تيم ور ما بيبقاش شايف غير نفسه او مش شايف غير انجازه هو لكن لو الرياضي موجود تبص تلاقيه لا او يحب ويشتغل مع ده ويشتغل مع ده ويزهر ده ويزهر ده ويزهر ده وستداني ما بقاش عنده المشاكل خالص بتاعت انه انا وبتاعتي وكده فطبعا بتفرق جدا يعني ولما بلاقى قابل حد من الرياضيين في الوزارات التانية اللي بتاع العرف اللغة المشتركة بيننا بتبقى حيوة جيد ده ايوه والتعاون بيقى سهل وسريع وتلاقينا على طول نتراكت مغلطيس على طول عشان احنا نحن نشتغل مع بعض الاستاذ رياضي حضرتك الاستاذ رياضي افضالة حبيبك خاطر الدور لك عن ناحية نتراكت نفس الكلام على ذكر فعلا يعني انا بخش اي مجتمع اي حاجة بحس بالرياضي ايوه طبعا بيبن من منشيته بيبن من طريقة كلامه من ثقة في نفسه كل حاجة لا انا 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 ادي للرياضة كرادس كتيرة جدا الحقيقة في تكوين الشخصية و ادي العمل يتمسكي به جزء كبير جدا من تحييز ذات اللي الرياضة في الاول كانت ليستاب عليه وخلت يعني انا يعني انا عايز اقولك ان انا كنت في الهاية لما ايام في وقت من الاوقات لما كنت ببقى راجعة من الاولمبياد او راجعة من بطولة عالم او راجعة من بحر متوسط واخد المدالية كان ممكن جدا نبص لان رئيس الهاية في مجلس الادارة بيشيد بيجيب كاسي جهوني فبرضو الناس لما تفتح يعني الواحد ساعات يعني ده كويس انه كان بيحصل معك بس مش كل الرجل بيحصل معهم كده لأسف يعني برضو عندنا الفكر في مصر انا بكلم بكل حياة دي يعني احنا عندنا لسه شايفين الرياضي ان هو مش استثمار مش شايفينه ان انت الرجل هيبقى فيهم الأيام او لعبة ففي تلاقي وقت الناس بيحطوا المعوقات في طريق الرياضي عشان الان هو بيلعب وبيشارك وفاضي لا بالعكس انت تساعده ده حد عايز يعني يا ريت الناس كلها تفكر كده وعندنا انت اكبر مثال انت دلوقتي يعني فيه ناس وقفوا جنبك في حياتك كتير جدا في الوقت انت بترد الجميل للبلد جدا وبساعد اي حد بيبقى فعلي يعني انا عايز اقولك على حاجة والله يعني انا فعلا يعني يعني اعايز اقولك ان انا اه انا طبعا مسؤولة وعن الرياضة في النادي وكده بس انا لما اي واحدة مدربة بترفع صامت فنو علي من كل الاندي وده بيحصل من جميع انت متخيل يعني ايه لما انت تبقى في نادي مسؤولة عن الرياضة في النادي ونفسك في النادي التاني تلاقي المدرب فيه بيكلمك واثق فيك وبيقولك الكيس عنده عشان تساعده واثق ان انت هتبقى قانست معاه وعنك هتساعده وده مش بيحصل من نادي واحد بس ما بيحصل من نادي واثنين وتار وهم عارفين ان انا في النادي الاهلي ولا يخفى عنهم ده ورغم كده واثق في اخلاقك واثق في ان انت هتتجيله الامانة النصيحة الامينة وواثق ان انت هتساعده هتساعده لا دي كل ده التشكيلة دي كلها جات بقولك من المكس اللي اتعامل ده الحقيقة خلينا اروح معاك لان الوقت يعني بيجري معانا ما شاء الله يعني يعني ان شاء الله تبقى استفادة لكل الناس حتى اللي بتتفرج علينا خلينا نروح لبقاء التالي وهو علاقتك مع الرموز الاهلوية طبعا انت مر عليك ادارات متعاقبة وكباتين كبار وحمام السباحة بنادي اهلي ليه ليه وضع تاني خالص ودنيا تاني يعني القادة لحمام السباحة عظماء النادي راحوا قادة لحمام السباحة وكان قادتهم على حمام السباحة يعني كلمين عن الرموز ومين اللي قربت منه وليك الزكريات مع مين كلمين عن البعد التالي بس هو يعني أنا طبعا يعني يعني مع حفظ الألقاب وكل حاجة انا فيه اتنين عشان بس طبعا بما ان احنا بنتكلم على ماية بالنسبة لنا كانوا اثرين جدا في حياتنا طبعا كابتن محرم الراغب ربنا دي الصحة وميحة وكنا صغنانين وميحة ايوة عشان هو كنا احنا البنات الصغنانين بتوع البليل يا لابا دي تلعب ومسنا مش عام بس هو حيب يعني كابتن محرم يا جد يعني ده بيدل اللي قديه هو كان بالنسبة لنا وكان حاجة وكابتن سيد صادق يعني لسه سيد صادق يعني احنا لسه اول مبارح كان عيد ملاد حد الجروب بتاع العاب المياه فواحد بتقول الله يرحمك يا سيد كنا بسامين وديدي الله يرحمك يا سيد ما كانش يعدي عيد ملاد المعمل لنا تورطة يخدنا عند التاني صورة جيب لنا نيفة ومشوفتش حد ما بيحبوش وجيب لنا اكل ويقول لك ايه كابتن سيد يعني 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 انا طبعا ده في مزان حسانياتكم مثلا كان بيأكل ناس ويصرف على ناس وبيدلع ناس بص كان بيعمل كل حاجة كل حاجة وربنا بولك يجعلون مزان حسانياتكم لانه دول من الاتنين يعني مش هتلاقي حد بيختلف عليهم في ألعاب المياه ومش هتلاقي حد ما تأثرش بيهم ومش هتلاقي حد يعني يعني أنا طبعا 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 أنا فاكرة بس كانت سالح بالنسبالي تتفرج وانباهر وانهار وانسلم بس خلاص لكن ما احنا اتربنا اتربنا كده فإحنا عندنا مشكلة إحنا دلوقتي إنت اللي بقى عندك مشكلة أني إنت هعمل كده دي دي بقيت سمتايمز بس بتبقى صح بقى مش هتتغير خلاص إنت بقى في الجان ايه كفاكرة كابتن حسن حمدي طبعا ما أنا لسه هقولك أنا ده اتكلمت على طبعا طبعا كابتن حسن وكابتن صالح وطبعا يعني الأيكونة كابتن الكابتن الكابتن الخصيب ومرتجي أخوية والوزير العمري وغزايا وصحبي يعني مش عايزة أقولك كنه لا عشان ما ننساش حد بس يا الفكرة غا حفظ الألطاب بس طول عمر وكفراوي وعايزة أقولك على حاجة اللي بيخرج أو اللي بيدخل هي واحد يعني أنت الحقيقة يعني النادي الوحيد اللي ما بتحسش إن اللي بيخرج بيخرج عن الصف أو اللي بيدخل بيفرق بص قول زي ما تقول قول زي ما تقول قد يكون فيها إكسابشنس بس بنسبة واحد في المية لا يقارن باللي بيحصل في عندها التانية إحنا كله في الصف مش عشان خايفينا على الكاني الكبير اللي بره زي اللي جوه وده كده بره النهاردة بكرة يبقى جوه ولي ما قللش النهاردة بكرة ولي مش هيخدم جوه يخدم من أحد تانية ومحدش بيتأخر لما بيتطلب في أي حاجة يعني طب خليني عايزة تتسلم عن أهم محطات في حياتك بس بعد الفاصل أعزائي مشهدين نطلع للفاصل السريع ونجعل نكمل كلامنا مع كابتل المياء مختار ولكن بعد الفاصل أهلا بحضراتكم الجديد نكمل حوارنا مع كابتل المياء مختار وخلينا نتكلم عن محطات حياتك يعني كل واحد بيبقى ليه يعني نقط مش حينساها مهما طالبي العمر خلية ناخد يعني ديركشن ديركشن ناخد مثلا اللاحية الرياضية إيه المحطات في حياتك اللي انت عمرك ما تنسيها طبعا أول محطة بالنسبة لي أما روحت أولمبياد سيدني وطبعا دي كان نسلم منها كمدربة أه طبعا وانت لعب بقى وبتكسب وكده دا عادي بس انت لما روحت أولمبياد سيدني ووسيت على الدنيا جرجعت وقلت لأ احنا بدأت يبقى عندي حماسة ودلغ رجعني خلاني يقعد على حمام بال10-15 ساعة في الدنيا واسعة لأ لأ وبعدين كانت اسمها جيكة الميلينيوم اللي هي بتاعت السنة 2000 فهي دي كانت يعني حاجة أصلا روحت تجي وروحت بتاعت 2012 بتاعت لندن اللي هي برضو واحدة من اللي كانت فأقصد أقول دول كانتوا ستيشنز بالنسبالي في الرياضة تقال جدا أنا على فكرة كنت من الناس اللي أهيلت الفرقة في البكين 2008 بس كانت الظروف خاصة شخصية يعني ما كنتش قدرت أكمل إن أنا أروح السنة لبعدها بس أنا أكتشي كنت أهيل الفرقة في طولت كنت روحي في اليابان أبلها يعني كانت ظروف عندي كده حصلت في البيت ووالده وكده كنت لازم أبقى عدد موجودة في البيت يعني فدول كانتوا ستيشنز بالنسبالي في الرياضة والستيشن الثالثة إن أنا إحنا فيه حتة برضو حتة النقلة إن أنا أبطل الرياضة التمرين وأروح على وأركز في الشغل لأن أنا جيت في الفقرة بتاعت 2017 لقيت دي كانت من أول المرات اللي أنا ألاقي إن الحمل في الحاكمين هيوقع على اثنين لازم الواحد يبقى عارف بقى ساعتها هذه مفترق طرق بالنسبالك إنت هاي ستكمل فين فأنت خلينا نتفق إن إنت بقى عوامل السن وعوامل حاجات كتير جدا وإنت كمان وإنت يؤتشيفت حاجات كتير قوي فأنت بالنسبالك إنت هنا مستكفي وتمام فأنت كان لازم في مفترق طرق هنا حتكمل هنا حتكمل هنا فأنا الحتة دي لا كملت هنا وحمد الله ربنا بص إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل أنا في ساعة ما كملتش سنة وكنت واخدها مساعة غصيرة وسبحان الله يعني قد تكون قد ممكن تبقى من بدري أكتر من كده لو أنا كنت ركز بس هو في الآخر ربنا بيت كل واحد نصيبه بس هي أنت خدت القرار مش متأخر ومش بدري هو في طويلة المناسب هي دي أنت القيامينج بتاع قرارك ده 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 درس الحياة فحتاخده هتاخده إمتى وحتاخده إزاي ودي الحاجات اللي بيتعلمها الرياضي أنه ياخد قرار طيب أنت مثلا هقولها بلغة الكورة أنت بتجي لك الكورة هتخوت ولا هتباصي ولا هتشوت ولا هترفع فده قرار كل الرياضة طول ما أنت بتلعب المباراة وبدأت مرة أنت عمل تاخد في قرار تاخد في قرار فالقرار دي بتنعكس على شخصيتك وتبقى صاحب قرار صحيح طيب دي بالنسبة للمحطات الرياضية هنقول مثلا بالنسبة للمحطات مثلا يعني المهني نقول مثلا أنا في حياتي أنا كنت مثلا شغالة على مستوى الشركات معينة بدون ذكر أسماع يعني وبعاكاة جيت قلت لا أنا عايز أشتغل دي بقى ده كان القرار الأوليني القرار الأوليني نقلت الحكومة أن أنا أروح للحكومة جينا في وقت من الأوقات لما تنقلت الحكومة كانت بدأت تبقى عايزة تجذب القطاع الخاص كفاءات من القطاع الخاص وشبابات من القطاع الخاص عشان تغذي به فكان دائما يقولك دائما أنا فاكرة كان يقولي يعني دي وعفة أنت هترجعي تاني مش أنك هتكملي أنا كميت في الحكومة لأنه مزاقها تاني خالص بالذات لما يبقى تاني لما يبقى عندك أكسس أو عندك تعامل دولي أو مع بتمثل بردك بتروج لبردك يعني أصل هي بطريقة أو بأخرى هي أكد أنك بالزبط بتنافس في الرياضة برا أنت بتنافس في الاستثمار أنت عايز تشد بتاع الاستثمار عشان زميلك في البلد التاني هيجيبه عايز تجيب بتاع السياحة هنا هي هي كده أكد أنك بتنافسه بس في حكة تانية بس كده وطريقة تانية فهي بالعكس أنا بالنسبة لي وبعدين كنت دايما حاسة أن أنت ما بتضيعش مجهودك فأي حاجة حتى لو حاجة قد كده على فكرة أنا أقل من أن أنا أقول أتكلم أن أنا بعمل حاجة للبلد لكن أنت ترس في ما كان كل واحد بيعد أنا لما بيجي واحد لما بتكلم مع حد ده وأعمل صحة أنا ببني في حتة صغيرة في الآخر بتعمل بس بدعم الحكومي دلوقتي أيوة فأفشكي برغم أن أنت روحت شركات مالتيناشنال كتيرة جدا والكولتور والدفرنس والنسكافي والقهوة والمجة والكوفي بس أنت مستمتعة لعمل حكومي الحسن كنت وقدت شعلينش بالظبط بص لا يعني يعني ما رجعتش رغم أن أنا كان عندي فرص كتير جدا نرجع للقطاع الخاص وعايز أقولك على حاجة والحقيقة ما كتش حد بيكره أنه يبقى عنده دخل أحسن لكن الرحة النفسية والحماسة دي دي ما بتتشرش طب شايفة المناخز يعني أنت برضو شايفة أنه يعني الاستقرار اللي في البلد يمكن التفرة في البنية التحتية الانفرستركش وده المهم جدا ده اللي بتبني عليه سنين طويلة شايفة ده ساعدك في مجالك يعني ساعدك في مجال استثمار أيو طبعا ما أنت لما بتيجي تقول الواحد بتيجي تدي واحد ملف تقوله تعالى استثمار ما أنت لما تيجي تقوله أن أنت النهار ده بدل ما كنت بتروح توصل للمينة دي في عشر ساعات بتوصلها في ساعتين عشان تعرف تصدر حاجتك لما تيجي تقوله ما هو الكلام ده أقولك طاقة عندك طاقة زي ما دعا أقولك على وجهة نظر انعكزت على حتنعكز على نفسية المواطن نفسه أنت لما توصل للمشوار ده النهار ده أنا لما أجي لك من القناة هنا من المهندسين في تلت ساعة أفهم أصد غير لم أبجأي لك في ساعتين فهي حتنعكز على المود العام بتاع الشعب لما في حاجات كتير حتخلص حتنعكز أقد تكون الناس شايفة أن إحنا بس يا جماعة ده سنس الأبطال بصراحة ده سنس الرياضي طبعا فهمتوا وعيد إحنا لأ إحنا لأ إحنا بتوع تايم الناس الرياضية المتحمسة اللي هي بتمني دي لأ إنت عايز تخلص وعايز تسرع هنوزعنا السنة شوية قافل آخر لكن إنت في الآخر هتلاقي إن إنت عندك حاجة تقدمها للراجل اللي جاي يستثمر عندك تقوله إنت عا حتوصل إلى مياج بحطة الفريق إنت مش لي جديد خيني إنت عندك مدارس إنت عندك جامعات إنترناشنل إنت عندك أندية إنت عندك حطة رياضية كتير حتى عندك لايف ستيل خلق نهولك لأ طبعا طيب يعني لو إنت إحنا عادين دلوقتي وفيه يعني شباب وشابات وناشئين وناشئين يتفرجوا علينا شايف أهم حاجة لو أنت عايزة دي نصيحة نصيحة بشكل عارفة أنه هيبقى ليه مرضود أو هيبقى ليه إمبكت على شخصية اللاعب أو اللاعبة تقوليه نصيحة إيه اللي أهم حاجة من صاحبهم إيه هي أقولك على حاجة أنا يمكن أقولي نصيحة عيبة جدا أولا غير طبعا إن الالتزام في الرياضة وإن أنت أوعى حيجيلك أوقات حتلاقي نفسك أنا جالي أقولك تجريتك دي أنا عايزة أبطل كل حاجة ما تستسلمش للحتة دي يعني أنا كنت دايما أقولي لا لو أعدت إسانة عايزة أعمل الإحساس ده أبقى بطل طبعا كانت بتبقى ماترو لاحظة لاحظة كده ما تستهوين ما تستسلمش لحالة جيلك سواء كانت إحباط أو تعب أي حاجة دي أول حاجة الحاجة الثانية بقى للعمة ودي من الحاجات اللي أنا يمكن عملتها متأخر شوية بس ندمت عليها اقرو يا جماعة اقرو اقرو القراية هتغذي دماغك وحتغذي ثقافتك وحتفرق معك جدا بعد كده لما تكمل في شغلك وحتفرق معك جدا في رياضتك اقرف أي حاجة القراية هي غزاء العقل يعني اقرف أي حاجة وبعد ذلك إحنا بقى العالم مفتوح أي حاجة عايزة اللي عايز يتعلم كل حاجة من غير شهادات موجودة عندك علنات دي أنا نصيحة يمكن كنت أتمنى أنا أعملها من بدري بس يمكن عشان كنت جاري طول النهار الجاري طول النهار يمكن ما كانش مديني فرصة دي بس دي من الحاجات اللي أنا كنت لو رجع باية الزمن كنت أحب أن أنا أعملها إن أنا أقارى كتير جدا 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 ودلوقتي أنا بحاول لعمل مش حاجة بتعدي من دين براش حتى روشتة البرسكريبش اللي بقى على برده وعربي بجد عندي الحالة دي بقالي فترة كبيرة جدا لأن أنا حاسة أن أنا عندي كانت شوفة مبينة عن اللي أنا ما عملتوش زي أنا شكت برضه في الرياضة وكذا فليقدر يعمل ده يسيبك بالتليفون والشات والحاجات دي لو عرفت تقرأ أي حاجة أي حاجة كل يوم ولو بسيطة جدا اعمل ده لم يقم بجد أنا مش عايش أقولك قدي استمتعت الحلقة دي أنا وانا كمان والله بجد تانكي أنا استفدت لا أنا استفدت منك كمان خلي بالك يا ما شاء الله الرغبة والحماس أنا بشكرك شكرا جزيلا وانا كمان شكرا لك خالص على وقتك نورتين ومشرفتين وان شاء الله مزيد من التوفيق ونبدل دائما نصفورتي لك تانكي ربانا خليك شكرا خالص نجمتنا في البلاء المائي بشكرك نورتين ومشرفتين وانا كمان متشرفتين ومشرفتين أعزائي مشاهدين دي كانت حلقتنا النهاردة وزي ما قلت حضراتكم كلمنا في أكثر من بعض والنادي الأهلي مليء مليء بالكوادر والعناصر المميزة وزي ما حضراتكم شفتوا لمياء بنت النادي الأهلي يعني من سنتين تلاتة حتى الآن وهي بنت النادي أهلي مشكركم شكرا جزيلا تزورونا في حلقة جديدة مع الأبطال وأبطال جدد في حلقتنا القادمة بإذن الله شكرا جزيلا